مجزو لهم الأنباء أهلا بكم ارتفع شهداء القصف المدفعي الذي شنته الميليشيا الحوثية الانقلابية على الأحياء السكانية لمدينة تعز إلى ثلاثة شهداء وشنت الميليشيا الحوثية قصفا مدفعيا مساء السبت استهدف حي ساحة الحرية وسط مدينة تعز وأسفر على الفور عن استشهاد مدنيين اثنين أحدهما كان يعمل في ورشة للحديد والآخر في مطعم يقع في الحي كما أصيب اثنان آخران في ذات القصف أحدهما حالته حارجة رفضت الحكومة الشرعية اتهامات من قبل ميليشيا الحوثية الانقلابية بعدم جاهزيتها لتبادل كافة الأسرى والمختطفين وقال عضو الفريق الحكومية المفاوض في ملف الأسرى ماجد فضائل أن ميليشيا الحوثي تستمر في مغالطاتها المفضوحة حول ملف الأسرى والمختطفين وتستخدم المدنيين رهائنا لغرض مبادلتهم بأسرى حرب مضيفا أن الميليشيا تصر على تحويل هذا الملف الإنساني إلى ملف سياسي للاستغلال الأعلامي أقدمت ميليشيا الحوثي الانقلابية على سن إجراء جديد يتم بمجبه حظر إنشاء المدارس الأهلية أو الشراكة فيها من قبل القيادات التربوية والتعليمية في خطوة عدها مراقبون أنها تهدف إلى تأميم المدارس في مناطق سيطرتها وحذر مراقبون من هذه الخطوة الحوثية التي تهدف إلى احتكار الاستثمار في قطاع التعليم الأهلي والخاص وأحكام القبضة على مدارس التعليم الأهلي والخاص لضمان تعميم المناهج المعدلة والأفكار الحوثية طالب مشاركون في ندوة حول حقوق الإنسان في اليمن بإعادة النظر في الآلية المتبعة لاختيار أعضاء فريق الخبراء البارزين وتسهيل عمله لاحقا مع كافة الأطراب بمساعدة منظمات الحقوقية والمحلية وأشدد المشاركون في الندوة التي نظمها المركز القانوني اليمني بالشراكة مع منظمة تمكيل التنمية وحقوق الإنسان على تغيير أعضاء الفريق ونقل مقره من لبنان وتطوير آليات عمله احتج العشرات من طلاب السنة التحضيرية بكلية الطب والعلوم الصحية في العاصمة الموقعة عدن للمطالبة برفع سقف القبول في كلية الطب بجامعة عدن ونظم الطلاب وقفة احتجاجية أمام ديوان رئاسة الجامعة بمدينة خور مكسر رفعوا خلالها شعارات تطالب رئيس جامعة عدن بإلغاء القرارات التعسفية الخاصة بالسنة التحضيرية ورفع سقف القبول والاستيعاب في كلية الطب خدام الموجز إلى اللقاء